السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروسة عالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل النهاردة اللي احنا بدأناها مع بعض نحل نمازج ملحق كتاب المعاصر للصف الثاني السنوي. هناخد النهاردة لو انت ما هتشوفتش الخمس نمازج اللي فاتهم هتظهر روابط بتاعتهم فعل الشاشة انا بتكلم بالتتابع او هسيب لك الروابط في الوصف اسفل الفيديو او هثبت لك الروابط في التعليقات اسفل الفيديو. نبدأ بقى مع النموذج السادس اول سؤال بسبب طبعا بسبب الصحبة السيئة بتاعته طبعا بسبب الصحبة السيئة بتاعته طبعا هو ايه? هو كده تورد في الجريمة يعني شاركة او تورطة يعني يحتوي على يعني يستبعد طبعا من فهوش. نمر ما تعملش الحاجة دي تاني. ده دي ايه? طبعا حاجة مزعجة ما ينفعش اقول لي انترسنج ومال ما عملهاش ليه? طب بليزن سعيدة برضو نفس الكلام التسامح او متسامح ما تنفعش برضو. نمر ثري يعني كذابة يعني ما تصدقش الكلام بتاعها هي كذابة لا تثق فيها هيبقى ايه? تمام يعني يثق فيه طبعا يشك تسبير يختفي لا لا يؤمن بي. نمر فور. طبعا لما تكرر انت توقف عن العمل في وظيفة انت بتشتغلها يعني يبقى ايه? طبعا هنا يعني 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 يستقيل طب ليه مصر ما قلتش مع ان يعني 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 يتقعد برضو. لأ يعني يتقعد لما يجيب لك حاجة خاصة بالسن يقول لك لأنه هو بقى كبير في السن فعشان كده يتقعد بسبب السن. لكن يستقيل من شركة مثلا عشان عنده مثلا قدامه فرصة تانية احسن او كده. طبعا يتقادم لوظيفة. يتأقل لما يتكاف من فعوش. نمر فايف. معنى كلمة دي المكان اللي الشيء بيأتي منه او بيبدأ منه. يبقى ده مصدره يبقى ايه? يبقى تمام. طبعا مدينة منطقة اللي هي الحانة الصغيرة. مشكلة الشخصية لازمة تبقى سرية. مرادة في كلمة طبعا هتبقى يعني مخفي يعني مشكلة لازمة تبقى مخفي عن الناس. واضح ما تنفعش كلير واضح برضو. بروكن مكسور ما ينفعوش. نمر سيفن. ناس الماهرين مش غالبا بيعتمدوا على الذاكرة بتاعتهم. زي نوعات اكيد بيعملوا ملاحظات بالمعلومات لو ما عاوزينها. يبقى ايه كلمة اللي تنفع مع نوتس? يبقى هات كلمة يعني يدون ملاحظات. نمر ايت. كلمة بيجي مع عارف جر ايه? طبعا بيجي معها فور. بيت فور يدفع من اجل. نمر ناين. ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اعدة وجهزة. وكلمة رتبة. الكلمات دي يا جماعة لما تيجي على طول يبقى مدارع مستمر. لان مدارع مستمر هنا بيعبر عن تخطيط هنا بقى مش تخطيط بقى يعبر عن ترتيب واعدات في المستقبل. تمام? ده من المناسبة الاجتماعية بتبقى اي مدارع مستمر في المستقبل. نمبر تن. القاعدة دي التجمع بتنسوها كتير قوي. كلمة بفور شايفينها ديت رابط من الروابط زي وين وزي ويل وزي افتر. الروابط يا جماعة بيجي بعدها مدارع بسيط. تمام? وقابلها حاجة من الاتنين. ممكن يبقى قابلها مستقبل بسيط او مستقبل تام والاتنين صح. وممكن على فكرة يجي بعدها مدارع التام بربط. تمام? ازا هنا لما قولك هنا سامة هي قرأت الكتب كلها اللي انا سالفتهم لها قبل ما تدهم لي تاني. ازا هنا مستقبل تام يبقى تمام? لتربية. يعني قبل ما هي تسليم لكتب كانت انتهت اصلا من قرأة اللي الكتب ديت. تمام? نمبر ماما سألتني ايه اللي انا عملته في النهاية دي? يبقى على طول ايه? طب انا عملت هنا ايه? احنا قلنا هنا ده سؤال غير مباشر جبت وطفي وطبعا كانت اصلها فانا حاولتها عشان ده سؤال غير مباشر. الماضي البسيط يحول الى ماضي تام. نمبر 12 ادهم اشترى لابتوب بعشرة تلاف جنيه. but his old laptop was only three thousand باون. التابلت او اللابتوب بتاعه القديم كانت تلات تلاف جنيه. this means is that. معنى الكلام ده خليباك فرق كم كده فرق سبعة تلاف جنيه. اذا اغلى من ده بكتير يبقى تبقى لتر ايه? ادهم the new laptop is far more expensive. يعني اغلى بكتير than his old one. نمبر ثرتين. after not the instructions my father turned on the new laptop. بعد ما بابا قرأ التعليمات طبعا بابا ايه? فتح اللابتوب. اذا هنا after وbefore لو ما فيش وراهم فاعل اجيب معهم على طول جيراند اللي هو فاعل plus ing يبقى letter c. تمام? يبقى reading. وانه لازم يكون الفاعل واحد في جملتين. فبعد ما بابا قرأ التعليمات بابا هو نفسه برضه الفاعل هو هو اللي فتح اللابتوب شغاله يعني. نمبر فورتين. let's buy المعاصر final revision in English. مات يلا نشير كتاب المعاصر بتاع المراجعة ناهية في الانجليزي. كنت let's هنا اكتفاها كده او جنبها اقتراح. لما يكون جملة اقتراح باجيب عليها سؤال مزيل شكله ايه? طبعا بتيبقى shall we. يبقى shall we بتيجي عشان ايه? لما يكون في جملة اقتراح باجيب عليها سؤال مزيل shall we. نمبر fifteen. do you think? هلتعتقد people mobile phones fifty years ago? هلتعتقد الناس يعني بقول لك ايه? ايه كان متعودين يعني يستخدمهم الموبايلات من خمسين سنة كانوا متعودين في الماضي. يبقى use the to have. اذا بكام على عادة كانت تحدث في الماضي لكنها لا تحدث الان use the to that المصدر. نمبر سيكستين. he apostrophe d met you before the match. طبعا هنا دي تختصر لهاد عشان وراء تصرف تالت. تمام? before the match. هنا عايزك تجيب سؤال مزيل. احنا هقولنا تاني. سؤال المزيل قلت كل مرة كل متحان بيجينا في سؤال مزيل بقولي الكلام ده هقوله لكم تاني. سؤال المزيل بيكون من جزئين او نقطتين. النقطة الاولانية فعل لمساعد. بجيبه من الجملة لو كان موجود. لو كان موجود مزبط اجيبه من في الاول من فاجيبه مزبط. وبقى كده ضمير فاعل. لو جاء لك اسم في الاول بجيبه ضمير. طب لو ضمير ما بحولوش بخلي زي ما هو. طب هنا عندي كلمة هاد مت. هتبقى طبعا ايه? هتبقى هادنت وبعد كده هادنتهي. تبقى ليه تربيه? هو هتقول لي هادنت متهي. لا هادنت بس بجيبه المساعد فقط. نومبر سيفنتين. is the money that you gain by selling things or doing business. دي الفلوس اللي انت بتكسبها تحصل عليها لما تبيع اشياء او تعمل عمل معين. في التجارة يعني. بعد ما التخرفت كنت صرفتها كلها. اسمه ايه? اسمها الربح. تمام. طبعا مجموعة من التعليمات اللي طهي ايه? نوع معين من الطعامة. طبعا اسمها ايه? الوصف بتاع الاكل يعني. او طريقة العمل يعني. طبعا هاني بي لو عاصل النحل. اكسيسوري يقولنا كماليات اه او تفت اللي يزيه طبعا من فوش. نومبر ماينتين. what it changes over the next 50 years. يعني ايه التغييرات اللي هايزه لك ايه? يعني هتحصل يعني خلال خمسين سنة القادمة. هل هتبقى خلالك التغييرات هنا مفعول لانتغيرات هي اللي هتم عملها يعني. will have been made. ولا will have been making. have been made. will make. مبدئيا كده كلمة will make مش هتنفع. لان انا عايز مجهول ودية معلوم. تمام? will have been making مرضو مش هتنفع. لان ده مستقبل تام مستمر في المعلوم مش في المجهول. تمام? طيب هتبقى will have been made ولا have been made. انا بكلم في المستقبل فمش هتنفع have been made. يبقى لتر ايه? will have been made. مستقبل تام في المبني المجهول. نومبر تونتي. مروى دخلت الجامعة سنة الفين وعشرين. بقى قبل الفين وعشرين هتكون ايه? طبعا هتكون كملت ادراسة بتاعتها. ازان هنا بقى قبل سنة في المستقبل. يبقى مستقبل تام. يبقى will have completed. هيكون اكتمل اصلا ادراسها تكتملت قبل الفين وعشرين. بنجيب على كده. بار تتو. جزء الخاص بالقطعة. هنور على القطعة نقول معانيها ونحلع لها. sleep has a powerful influence on our lives. النوم له تأثير قوي على حياتنا. the traditional theory النظرية التقليدية about sleep is that our brain needs to rest for several hours to refresh its and itself and to fill or to file in our memory everything that happened to us during the day. بقول لي هنا ان النظرية التقليدية عن النوم انه طبعا المخ بيحتاجنوا يستريح لبعض الساعات عشان ينشط نفسه. وكمان عشان يبدأ يعمل آآ ملفات ويسجل يعني الزاكرة وكل شيء في الزاكرة. زي اتهاب ان التقاص حصل لنا ديورينج زي دي خلال اليوم. if we are not allowed to sleep. لابنا مش مسبوح لنا ان احنا ننام. we eventually die. eventually معناها في النهاية. يبقى احنا في النهاية نموت. الفقرة التانية. however ومع ذلك. tom george. a scientist at university. ده طبعا علم في الجامعة. has a fascinating new theory. عنده نظرية جديدة رائعة. he suggests that we don't really have to sleep at all. يعني بيخترح ان احنا اصلا مش فعلا مش مضطرين ينام اصلا. we sleep only. احنا اصلا بينام. because our brain is programmed to make us do so. بان مخينا متبرمج ان هو يخلينا نعمل كده. according to dr george. وفقا لي طبعا. the tiredness. لو التعب. we feel at the end of the day. اللي نشعر بي في النهاية اليوم. is produced by a chemical mechanism. mechanism يعني آلية. يعني عايز اقول لك. بيقول طبعا دكتور جورج ان التعب اللي احنا بنشعر به في اخر اليوم. بينتج عن ايه? عن آلية كيميائية. طبعا كده? in the brain في المخ. which makes us sleep. اللي بت خلينا اينام. we are programmed to feel sleepy at midnight. واحنا طبعا من برمجين احنا نشعر بالنوم. في منتصف الليل. even if حتى if even if we have spent the day relaxing. حتى لو وضعنا اليوم مستريحين. or doing nothing. او حتى لو مكناش بنعمل حاجة في اليوم. he believes is that. بيقول من ان. the unpleasant symptoms. بيقول من ان الاثار او زي ماولوها. симпوتومز هنا الاعراض. الاعراض اللي غير سعيدة. we suffer when we don't sleep اللي احنا بنعاني بيها. لما بقاش ما من نمشي كفاية يعني enough. are not. ليست because we have not rested. طبعا هنا اولاتنا جملة على بعضها بقى. وبيقول من ان ايه بقى? ان الاعراض الغير سعيدة. اللي بنعاني منها لما احنا من نمشي نوم كفاية. مش بسبب ان احنا مسرحناش. امال ايه? but because we have disobeyed our brains programming. لكن عشان احنا لم نطيع او خلفنا البرمجة بتاعت المخ بتاعنا يعني. but he believes is that. لكنه بيؤمن if scientists could turn off the sleep mechanism in our brain. بيؤمن بحاجة غريبة اوبا. لو العلماء قدرهم انه ما يقفلهم الالية بتاعت النوم in our brain في المخ بتاعنا. we could live comfortably normal lives without sleeping. هنقدر نعيش حياة مريحة طبيعية من غير ما ننم فيها. اخر فقرة. so is sleeping a waste of time? طب هل كده النوم بقى ده مضيع للوقت? even doktor جورج doesn't deny the great psychological value of sleep. حتى دكتور جورج ما انكرشي اللي بقى زي بولهم القيمة النفسية العظيمة بتاع النوم. and he asks وبيسألنا بيسألنا طبعا بقول if scientists invented a pill. لو طبعا لما اخترعهم زي بولهم ارس يعني او علاج. which keeps you awake forever. تخليك صاح على طول الابد. would you take it? هل تاخد القرصة ده ولا? طيب بعد كده يا جماعة? آآ نحل السلة بقى على الجزء اللي احنا عرنا دلوقتي. number one. according to doktor جورج. وفقا لدكتور جورج والكلام اللي بيقوله. the unpleasant sometimes. الاعراض الغير سعيدة. we suffer when we don't sleep enough art. اللي احنا بنعاني بينها طبعا لما من نمشي نوم كفاية. هي ايه بقى? طبعا بترجع. do you to not obeying our brains program? بتعود الى او سببها طبعا عدم طاعة ايه? البرمجة بتاع المخ. number two. the traditional view. اللي بقى وجهة النظر التقليدية. is that we sleep because ان احنا بننام بسبب ايه? طبعا the brain need to rest. ان المخ بعايز ايه? استريع فعشان ان احنا بننام. دي نظرات تقليدية بتاعت النوم. number three. the word file in the first paragraph. most likely means. كلمة file في البرغراف اللي اللي معناها ايه? طبعا معناها to record. ان هو يسجل. تمام? ان هون بيسجل المذكرات بتاعهم كله لما ينام يعني في اللي. number four. دكتور جورج believe that. دكتور جورج بيقول من ان. is produced by a chemical mechanism in the brain. يعني بيتنتك بواسطة آلية كيميائية في المخ. ايه بقى الكلام ده. طبعا هتبقى. the exhaustion we feel. exhaustion ديت جاي من كلمة exhausted يعني من هكا ومرهق. الارهاق اللي احنا بنشعر منه بيانتك بسبب ايه? الالية اللي موجودة فين في المخ. number five. not can be acceptable title for the passage. ممكن تبقى عنوان مناسب للقطع. اعتقد هتبقى ايه? the benefit of sleep. فوائد النوم. number six. creatures need sleep to. المخلوقات بتحتاج النوم لايه? طبعا بتحتاج النوم عشان. ممكن اقول. to have rest. زي ملتقى كده ملتنسبة للمخ يعني عشان تستريع. number seven. it's better to sleep. من الافضل احنا ننام. ننام ايه طبعا اه night. بالليل طبعا. if you don't sleep for forty hours. forty eight hours. لو ان احنا منمناش او انت منامتش لمدة تمامين واربين ساعة. يقول بي هتبقى ايه? طبعا هتبقى ايه? هتبقى tired. يعني هتبقى ايه? طبعا هتبقى متعب جدا طبعا. نجيب عكده part three. جزء خاص في translation اقول لي say. ترجمة والمقال. اول حاجة هنا بيقول لي translate انتو عاربك ترجم اللغة العربية. واتفعنا قبل كده. اقرأ الترجمة بالكامل. افهم معناها. مش لازم ان تكون عارف معنى كل كلمة. ممكن تترجم بالمعنى العام. وحتى الكلمة اللي ما انتش عارفها. لو انت سبتها وما اصدتش على المعنى. متحسبش عليها. تمام? لازم انتأثرش على المعنى. نبقى كده. نشوف كده. سؤال بي سأل نفسه طبعا. هل سيستمر فيروس كورونا لسنوات؟ ام انه سيختفي قريبا؟ هل سيجد العلماء علاجا له؟ ام ان الناس سيعانون لفترة طويلة؟ هذه بعض الاسئلة التي ليس لها اجابة. نجد انترجم بقى من العرب الانجليزي. اهم حاجة ابدأ بالفاعل. شو الفاعل فين وبدأ بيه؟ يقولك ايه؟ كن متفائلا حتى في اسوأ باللحظات. مين اللي هيكون متفائل؟ انت. فممكن نجبه لك بصيغة امر اقولك ايه؟ بي اوبتيميستيك. اوبتيميستيك يعني متفائل. حتى في اصعب اللحظات واسوأ اللحظات. ولا تفقد الثقة بان القادم افضل. لا تفقدشي تفقدشي الامل ان اللي جاي افضل طبعا. فقد نعتقد قد نعتقد ان هناك اشياء كثيرة ضرة وسيئة. ولكننا مع الوقت ندرك اننا كنا مخطؤون. نقولها بيقول لي بقى ايه اكتب المراضي مش مقال بقى اكتب ايميل. وطبعا الايميل نفس عدد كلمات المقال هي نفس الفكرة. هنا بقولك عامل ايه بقى? what do you use to do during your mid year holiday? قل له هلقول لزميلك. لو بقولك هنا عادل. لو صادق الدراسة بتاعك عادل. قل له هتعمل ايه يعني? خلال اجازة منتصف العام. هتقضيها ازاي? يور نام الصلاح اسمك صلاح يور ايميل ادرس الصلاح تمام? زي ما قلت قبل كده اكتب افكارك الاول بالعربي. عناصر بالعربي. تمام? بعد كده حول العناصر بالعربي ديت الى انجليزي. حط الجنة بتاعك في فقرات معينة. بس طبعا الايميل اللي هي ترى معينة بتكيبها في الاول. المفروض بتبدأ بايه? وطو وفروم وصابجكت. طو الى اللي هتبعت له مين? زميلك عادل. فروم من اللي انت صلاح طبعا. وصابجكت الموضوع عن ايه? مين دير holiday مثلا. وبقى كده تقول دير. مسلا عادل. هاور ريو اند هاو ازور فاملي. اد لايك تو تيل يو عباوت. تبقى تتكلم عن ايه? مين دير holiday. هتعمل فيها والكلام ده كله. تمام? احنا كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. راجعا لو عجبك الفيديو. ما تنساش شامل لايك الفيديو وتشارك في القناة وفعل الجرس. علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله. كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.